موسيقى مهم جدا يا ولاد ان احنا نقرأ راس السؤال عشان نعرف مطلوب مننا ايه هنا بيقول choose the correct answer نختار الاجابة الصحيحة عندي 1 2 and 3 يلا بينا نبتدي مع بعض ونشوف هنا عندي number 1 بيقول ايه how do does as you feel very good excellent how do you feel very good number 2 I eat drink sleep water yes I drank water very good excellent number 3 I eat have drank a fever احنا عرفين يا ولاد fever احنا خدناها وهي الحرارة الشديدة جدا اوكي ليه سخنية يعني يبقى I very good I have fever اوكي لست احنا مع بعض في نفس السؤال choose the correct answer عندي number 4 5 and 6 اوكي number 4 بيقول هنحلها برضو مع بعض نركز مع بعض كده my bone stomach skin protects my body ايه يا ولاد احنا خدناه في الدرس اللي بيحمي جسمي اوكي very good هو اللي كان بالضبط كده الجلد بيحمي جسمنا كله number 5 هنه feel feels ولا feeling sad خدوا بالكو اني هنه دي اسم بانوتا يعني يا ولاد يعني she اوكي she هي وإحنا اتفقنا ان الهي والشي والإت او اي اسم مفرد بييجي للverb في نهاية واس يعني feels هنا feel sad اوكي number 6 i have two foot ولا nose ولا feet very good i have two feet اوكي لسه مع بعض في نفس السؤال عندي seven eight and nine اوكي number seven بيقول it's healthy ولا unhealthy ولا bad to eat fruits هنختار ايه very good طب احنا عارفين يا ولاد ان الفروتس من الاكل الصحي جدا يبقى احنا هنقول it's healthy اوكي number eight my heart pumps helps protect blood to my body وظيفة القلب ايه عندنا في جسمنا انه هو بيدخ الدم لجسمنا كله يبقى my heart pumps اوكي number nine i drink water with انا بشرب المياه with a music الموسيقى no lemon ولا تنس of course طبعا i drank water with lemon very good excellent اوكي هنا بقى عندي جزء تاني من السؤال بيقول rearrange the following sentence the following sentence اوكي طيب انا عندي one و two هنشوف مع بعض هنحلها زي طبعا قبل ما نحل السؤال ده مهم جدا ان احنا نقرأ الموجود عندنا ونعرف هنبتدي بايه انا عندي are what doing you طبعا انا شايفة انه what انا عندي what محتوط كحتها underline which means انها بتدي بيها الاول طب احنا عارفين what يا ولاد معناها ما او ماذا اوكي what انا بستخدمها to ask about something or someone يبقى what number one طيب بعد what من ده question يبقى لازم ندور على اداة استفهم تانية هتساعدها اللي هي ايه اللي هي are اللي هو ذربي to be what are اوكي وبعد من اكتب are هندور على subject اللي هو الفعل هندور فين فين are اليو انت يبقى ده number three وبعدين doing اللي هي number four يبقى what are you doing اوكي number two عندي as he to listening music احنا اتفقنا خلاص ان تحتيه underline هو ده اللي هبتدي بالاول وهو اله ده subject طب حطينا subject هندور على ايه bravo عليكم عندنا هنا verb to be اللي هو as يبقى ده number two ماذا بحطينا ايه يا ولاد يبقى ندور على الverb اخر ing فين ايه وده listening يستمع يبقى ده number three he is listening بيسمع ايه to music very good excellent شطار خالص اوكي تمام ده برضو rearrange عندي three and four هنا عندي sleep i eight hours وعندي four انا سماعه حد بيجاوب شاطر جدا بيقول ان احنا هنبتدي بالi very good يبقى الاي انا ده number one يبقى بعد كده هدور على الverb فين الفعل اللي هو sleep يبقى ده number two طب i sleep i sleep four very good for eight hours بنام حوالي 8 ساعت طب انا عندي number four عندي your what's name ده سهلي بقى جدا خالص طب احنا افتقرنا قبل كده لما احنا بنسأل على اسم حد بنقول له very good what's your name ما اسمك what's your name اوكي احنا بقى الجزء ده بيكلم على write a sentence يعني بيجيب لي صور وبيقول لي اني انا اتكلم عنها طيب هنتكلم اذا شايفينش كده الولد زعلان خالص اهو طيب عايزين نيعمل sentence هنعمل جملة هنقول ايه ممكن نقول he اوكي لانه هو ولد اوكي he feels يشعر هنه he feels he feels ايه يشعر باي اولاد very good he feels sad هو يشعر بالحزن he feels sad اوكي ولازم نحط full stop he feels sad طيب دي اي اولاد very good ممكن نقول it it اوكي طبعا sorry للهاند رايتنج بتاعي بس انا بحاول اول ريكو بنحل ازاي it is a اوكي duck it is a duck اوكي تمام طيب عندي هنا برضو نفس الفكرة write a sentence ممكن دي تحلوها بقى مع بعض مع ماما في البيت وتقولولي الانسور بتاعتها ايه في الكومنت تحت عشان اشوف ولادي حبيبي اللي بيحلوا معايا اوكي هنجمع بعض الجزء التاني وهو ازاي اننا بصحح الجمل بتاعتي بانكت ويت اوكي هنا عندي number one how tall are you طبعا السنتنس دي غلط مفوض ان احنا نصلحها وإحنا عرفنا قبل كده ان احنا لازم اول حرف في sentence لازم يكون capital letter اوكي وبعد ان نكتبها خلاص على بعضها تاني how وبعد ان ننزل كل ده عادي جدا وبعدين في الاخر لازم نحط very good question mark اوكي لان دي يت question number two بسمة doesn't feel well لازم طبعا لان دي يت اسم بانوتا او اسم شخص لازم اول حرف برضو لازم يكون capital letter وبكمل عادي خالص وبعد اني دي يت sentence فبحط في الاخر full stop اوكي thanks for watching and see you soon bye bye اشتركوا في القناة